اشتركوا في القناة الخليفة عهل البلاد المفدح وقالت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة ان البحرين تسعى باستمرار لبناء جسور التواصل الحضاري مع الشعوب من حول العالم مؤكدة على عراقة الحضارة والثقافة الماليزية واعربت معاليها عن سعادتها لاستقبال جلالة السلطان في مسرح البحرين الوطني الذي يعكس اهتمام البحرين بتوفير مساحة للتبادل الثقافي والانساني عبر استضافته طوال العام لاهم العروض الفنية العالمية بدوره اشهد جلالة السلطان ابراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولاية واقليم جهور دار التعظيم بماليزيا بالمقومات الحضارية للمملكة البحرين معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات الثقافية ما بين البحرين وماليزيا وتجول جلالة السلطان في ارجاء المسرح الوطني حيث تعرف على ابرز ملامحه المعمارية الاصيلة وقدرته الاستيعابية واستعداداته التقنية كما وطلع جلالته على معرض هو للفنان العراقي مهدي امتشر والذي يستمر في المسرح حتى الثامن والعشرين من فبراير الفين وثمانية عشر وعلى تحضيرات هيئة الثقافة للاهتفاء بعياد الوطن خلال شهر ديسمبر وفعليات المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية للعام القادم ترجمة نانسي قنقر